مرحبا حضراتكم مرة تانية النهاردة خلاص آخر يوم في أجازة العيد الأجازة خلصت وخلص معها الصهر والفسح والصفر والنوم لساعات طويلة والنوم متأخر وده طبعا أكيد هيكون ليه تأثير على بعض الناس اللي محتاجين بقى استعادة طاقتهم ونشاطهم مرة تانية عشان يرجعوا للشغل ده ليه تأثير علينا بقى يعني ما احنا من ضمن الناس انا كان نفسي تعاطف والله بس ما طبعا نهاردة هنعرف ازاي نستعيد النشاط مرة تانية والشغف اللي عمل بعد الأجازة مع ضفتنا الدكتورة شيرين درديري استشاري الصحة النفسية لمن ورانا صباح الخير عليك صباح الخير عليك وصباح الخير على مصر ويا رب حتنا كلها عايات يا رب يا اهلا بي كل سنة وحضرتك طيبة انت طيب دايما نحن نشغالين ومضغوطين في الشغل ونحتاجين نفصل ولما بنفصل ما بنش حسين نرجع تالي طب نعمل ايه لازم نأهل نفسنا نفسيا ان احنا هيبقى فيه عودة وبرضه لازم نبقى فاهمين ان منطق ان احنا نبقى في أجازة على طول دي حاجة مش صح وحاجة بتخلي الواحد يمل جدا وبتدخله في اكتئاب ده بواقع الأبحاث يعني مش كلامي بس وحتى بالأمارات عشان الناس تتأكد من كلامي الشخص اللي بيعود وقت سايب الشغل بتبتدي تظهر عليه negative thoughts او افكار سلبية فبالتالي ان الاجازات فترة فعلا فاصلة بتخلي الواحد يستعيد نفسه من تاني بس لازم تبقى بشكل مؤقت يعني ما ينفعش الاجازة تبقى طويلة على فكرة يعني بتبتدي تخلي الشخص عنده حالة من التفكير السلبي على فكرة لان فيه هناك ارتباط وثيق بين الاكتئاب وبين اوقات الفراغ فلو زاد وقت الفراغ وده بالاحصائيات العالمية لو زاد وقت الفراغ بيكون ده مصدر للتفكير السلبي للانسان وبالتالي ده بزرة الاكتئاب فاحنا الاجازات لازم تكون مقننة بتوقيت هي فعلا جميلة وحلوة بس تكون بوقت لكن مش اجازة طويلة زيادة عن النظوم تدخل الشخص في حالم الفراغ والتفكير السلبي يعني الاجازة دي دكتور تعتبر اجازة طويلة يعني 6 ايام تقريبا مش طويلة قوية يعني شوية بالنسبة لنا احنا طويلة جدا في ناس كتير جدا سفرت هل الاصاحة ان الناس ترجع مثلا قبل شغلها بيوم يعني لو على سبيل مثال الناس ترجع الشغل بكرة يوم الاثنين المفروض مثلا يرجعوا من اجازتهم او من سفرهم يوم الحد ولا يوم السبتة عشان يبتدوا يأهلوا نفسهم مثلا للشغل مفروض ازاي مرة تانية يبقين اهل نفسنا العودة للشغل لا طبعا لازم او يفضل ان الناس ترجع قبلها بيوم علشان يأهل نفسه نفسيا للعودة للعمل علشان يعمل فاصل زمني بين حالة التغيير اللي عاشها والانطلاقة بما يعني بما لا يؤذي نفسيته ان هو يبقى من الاكستريم ده لاكستريم ده يعني من حالة الصفر والراحة والاريحية الشديدة الى الكميتمنت والالتزام بالمواعيد فلازم يبقى فيه فاصل زمني يوم يرجع للكومفرت زون تاني بتاعته اللي هو بيته ويبتدي ان هو كمان يرتب هيعمل ايه في شغله بكرة والاهم من ده واللي بيفضل ان انا بنصح به الناس كلها ولو اننا في اخر يوم في الاجهزة ان احنا دايما قبل ما نقوم باجهزة لازم قبل ما نسيب المكتب بتاعنا او مكان عملنا نعمل ورقة الاولويات اللي هتتعامل بعد العودة من الاجهزة الضرورية اللي يتطلبها العمل بحيث ان انا مجهدش نفسي في التفكير اول يوم بعد العودة من الاجهزة في ايه الحاجات الضروري اللي لازم تتعامل يعني ده لازم تكون ورقة مجهزة كده على المكتب قبل ما اقوم بالاجهزة ان انا اول ما هرجع من الاجهزة ايه الحاجات الاولوية في العمل اللي لازم تتعامل خصوصا انا لو انا شغال في حاجة حيوية جدا ويعني هيبقى فيه ضرر مدي لو انا مركزش الاولايات اللي هتتعامل بعد العودة من الاجهزة طيب دي فكرة كويسة جدا لكن مسألة ان انا اخطط وانا في الاجهزة ان انا ارجع يوم بدري عشان اقاهل نفسي للشغل مدام ان انا كنت مفكر في الشغل وانا في الاجهزة وامخطط ودي مفروض اجهزة بقى يعني انا خارج اتبسط واتفسح واستمتع بكل ما وافصل تماما عن العمل والتخطيط العمل لا هو يعني لو الاجهزة يعني 6 ايام وقت معقول على فكرة لا يعني لازم ان انا لما ارجع لا يعني يفضل ان انا افصل يوم استعداد نفسي لانه هيبقى اصعب عليك ان انت ترجع من الرحلة حالا يعني والصبح تسحى بدري تروح الشغل لا الفصلة دي ان انت تقعد في الكمفرد زون في البيت في فصلة بين الاقصى الاريحية دي وبين العمل لا محتاجينها نفسيا عشان تقاهل نفسك ما تحسش بتكسير الكمفرد زون في العمل فتبقى مقاريف اكتر ليه ان انت قعدت وقت وده دايما في مصطلح الاجازات بيحصل الارم كده عندنا لمفهوم دايرة الارتياح يعني عندنا حاجة اسمها الساعة البيولوجية للشخص الساعة البيولوجية دي على فكرة بتتكون وتتجدد كل ثلاث اسابيع لكن انت لما كسرت الروتين بتاع العمل لمدة اسبوع طبعا دا روتين ايجابي ان انا بريح نفسي وببتدي استعيد شخصيتي وبكسر يعني انا انصح الناس في هذا التوقيت بكسر الروتين في كل حاجة يعني حتى اللي ماشي على سيستم غذائي لا في الاجازة ما تمشيش عليه ادي لنفسك راحة ادي لنفسك كسر للروتين داخليا وخارجيا يعني روتين عمل وروتين النظام الغذائي بلاش حد في الاجازة يقول لا انا مثلا اون دايت لا يعني حسس نفسك بالاستمتاع ادي لنفسك فرصة ان هي تحس بالفرق وده هيخليك تستعيد طاقتك مرة اخرى طيب في ناس يا دكتور ما حلفهمش الحظ وما اخدوش اجازة وما زفروش وكانوا شغالين هل الناس دي لازم يعني ياخدوا برضو اجازة يفصلوا ولا يعني نفسيا من الكلام نفسيا هل نفسيا لازم يفصلوا برضو ولا لو حد قادر او حد مش حاسس ان هو محتاج اجازة ممكن يكمل ويوصل العمل حدريك شايفة ان الفصلة دي مهمة جدا يعني مهمة للصحة النفسية جدا هو لازم يفصله عشان مش قادر يتحمل بصراحة اه اه مهمة جدا جدا وانا يعني يعني براسل الناس اللي هما بيحبوا العمل قوي على فكرة دا مش صح لنفسيتك لسبب بسيط دا هيبتدي على اللونجرون يعملك زي عزلة اجتماعية وادمان للعمل وفيه ناس بتبقى مش مصدق ان هو مدمن عمل وده بيتعبوا على اللونجرون بيلاقي نفسه على فكرة وحيد في الاخر وحيد يعني ايه لا يجد متعته في التواجد وسط مجتمع وسط الناس شايف ان مكانه هو العمل بس ومع الوقت بتبتدي مهارات يعني التواصل الاجتماعي مع الاخرين بيبتدي ينقطع بينه وبين اللي حواليه ومبحدش ايه مناسبات بقى لانه خلاص مدي اولوية للعمل هو مدي اولوية للعمل فبالتالي بعد وقت هيلاقي نفسه الوحده على الكوكب على فكرة او مش محبوب يعني او مش محبوب لان كثير من اللي حواليه حابين ان هما يعني ان هو يبقى بيشاركهم في المناسبات بالذات اهله يعني بالذات الناس اللي هما الاسرة بتاعته يعني ممكن يبقى يعني انا نفس اقول الناس اللي هما عندهم شركات واعمال لما تبقى في اجازة لا اقعد مع اولادك حسسهم بالتواجد على فكرة الكلام ده انا بسمعه ساعات من اطفال اني حتى بابا لما كان معنا وكنا مسافرين لا او ما كانش بينزل معنا كان بيعمل شغل يعني بصي قد ايه الطفل بيبقى عنده سنسر ان الوالدين بيشاركوه ولا هما منشغلين واللحظات دي على فكرة انت بتصنع ماضي يعني ذكريات طبعا ما تفرق بتبني ذكريات اولادة بالوقتي ذكرياتهم معك في العيد وان انت تشاركهم وان انت تفرع بمب معاهم وان انت الحياة دي حلوة عايزين يعني نشعلها تاني عشان نرجع عالم المشاعر مرة اخرى لعالمنا الالكتروني المعاصر طيب احنا دايما في الاجازات بنصهر بروحاتنا يعني غريبة شاب المصري يشغلوا الصبح بيصحى الساعة خمسة ساعة ساعة ستة الصبح نمى في الاجازات بننام الساعة خمسة وننام الساعة ستة ازاي نرجع نزبط الدنيا تاني بالتدريج يعني بلاش يبقى فجأة يعني نحاول على قد ما نقدر نبتدي ان احنا طبعا عشان احنا خارجين كنا من رمضان فاغلبنا كان بينام مثلا بعد صلاة الفجر نحاول بقى ان احنا نرجع بالتدريج ان احنا نرجع يعني ننام بدري شوية علشان الجسم يتقبل انا عايز اقول لكم حاجة المصطلح الاريفة لما انت بتنقل من حالة لحالة لجسمك الاريفة الخلايا نفسها جوه جسمك بتبتدي تتسارع مع بعضها بجد والله ده سبب الاريفة اه يعني ده المسمى العلمي اللي بنقول عليه الساعة البيولوجية للجسم اللي هو ايه اختصاره ان انت لما بتغير من وضع لوضع جديد عليك فيه لخبطة بتحصل في الخلايا على سبيل المثال ان شخص مثلا بيفضل بيصحى الساعة واحدة الضهر لمدة مثلا شهور وبعدين فجأة جاء له عمل لازم بيتطلب ان هو يصحى الساعة سبعة الصبح اول اسبوع ليه بيبقى سيق جدا ليه بقى سيق لان خلايا جسمك متعودة في التوقيت ده وجهازك العصبي متعود ان في التوقيت ده انت بتبقى نايم ما بتبقاش صاحي الاريفة دي بتبقى اول اسبوع عالية جدا ونبقى الشخص حسس بلخبطة كده ده لو فضل قد ايه مغير الروتين بتاعه المفروض الساعة البيولوجية دي بتجدد من اول وجديد بعد ثلاث اسبوع بعد واحد وعشرين يوم الابحاث اثبتت اني بيعاد برمجة الجسم من اول وجديد على الوضع الجديد اللي انت عايز تعوده عليه طيب ده بالنسبة للشغل بالنسبة بقى الاطفال اللي عندهم تمارين واللي عندهم بقى رجوا برضو هم كمان للحياة العملية اللي على قد سنهم يعني او ازاي برضو نعودهم عليها او ازاي نأهلهم مرة تانية ان هم يبتدوا يلتزموا بقى بالخطط اللي عندهم وبالروتين اللي عندهم اولا ان احنا نفهمهم اني الاجازات ده دي احنا ممكن نجمع فيها الحاجات اللي احنا بنحب بنعملها واني الحياة عندنا ونديهم ناموذج لازم نكون قضوة ليهم على فكرة اني زي بالضبط مبدأ ان الشخص لو فضل ياكل حاجة حلوة كتير مش هيحس بحلوتها غير لما يدوق التعب بنفس المنطق ده ابتدي ان انا اعلمه الطفلي بحيث ان انا اعلمه الالتزام وفي نفس الوقت احفزه بحاجات هنعملها مثلا في الويك اند اللي هي الاجازة القصيرة ان احنا لو التزمنا في الوقت اللي هو بتاع الشغل او المدرسة طبعا او التمارين احنا هنعمل الحاجة الفلانية بحيث ان انا اشجعه شوية على الالتزام والعودة بعد الاجازة بنعمل التحفيز لان الطفل على فكرة الطفل بنبتدي نعمل يعني بلغة الكمبيوتر بنعمل تصطيب لطريق تفكيره الامة طبعا هي اللي بتشرب طفلها الفكرة ده ان انت لازم يكون عندك التزام ولازم يبقى حياتك فيها وقت ترفيع وفيها وقت عمل وإلا لو انت فضلت في الاجازة على طول انت لا مش هتنبسط بالاجازة أصلا بدليل ان اولاد كتير في وقت الصيف بيبقى عندهم حالة من الملل وده الحقيقة على فكرة يعني خلينا اي شخص بيعمل كده ويفضل قاعد وقت طويل في اجازة لا يعني لو مش عامل بروجرام خلال الاجازة دي بيحس بنعمل ملل برضو يعني بيحس ان انا يعني في ملل كده يعني قاعد اخطط للاجازة كمان ما انا سيبها ماشي زي ما هي ماشي خلاص وانا مفهولك وابتفسحه بصف جدا اني الاجازة تبقى متوقع يعني اعامل بروجرام ليها مش بروجرام عمل بروجرام استمتاع خليني اخطط حتى لمتعكي ومتعك عنتي يعني بقى فيه خطة للاجازة لانه غير كده هنصحى من النوم الصبح برضو مش هنبقى عارفين احنا بنعمل ايه وانفضل برضو وعاديم في البيت مش هنعمل اي حاجة فلازم اتيت نراتي بيها واسمعها بقى من الناس كتير الاجازة ضاعت ومعملناش فيها حاجة ده شيء ممل جدا فده احساس برضو مش حلو فانا قبل الاجازة انا ممكن اخطط اني هوادي ولادي لحتة الفلانية ان احنا هنسافر لحتة الفلانية بحروا النقطة دي يا دكتور يعني الناس اللي بتبقى الاجازة الاب او الام اللي بيوف اجازة واللي مش بيخرجوا اولادهم ومش بيفسحوهم ومش بيقولهم بروجرام هم غلطاني يعني مش عايزين ان اغلطهم قوي ممكن يكون عندهم ظروف لا يعني حتى لو جنينة يروحوا جنينة او يروح اي مكان بالضبط يعني والله بحاجات بسيطة جدا يعني ان هم يحسسوهم بالعيد او ان هم يعزموا ناس حتى عندهم في البيت في الولاد يحسوا بالتجديد ويطلعوا بقى برا دايرة قبور الصمت بتاعة الالعاب الالكترونية والعالم الالكتروني كده اللي خلنا مشاعرنا الالكترونية صحية يعني بجد دي حقيقة دي حقيقة فعلا وانا بشوفها في كل حالات اللي بتجيلي احنا عايزين الذكريات الحلوة اللي احنا كنا عايشينها في اجيال زمان ترجع للاجيال دلوقتي على فكرة هم مش عارفينها كياريت احنا نعايشهم نرجع نعايشهم فيها وبالوعي دا هنرجع للحياة نلاقيها حلوة المشاركة والعادات القديمة وان احنا نودي طبق كحك لجرنة وان احنا وجرنة نتجمع مثلا او نزورهم في الاعياد او والقرايب الحاجات القديمة دي خليها ترجع تاني عشان نحس كده ببركة في المجتمع اللي دايما الناس عملة تقول ان البركة قلت في المجتمع على فكرة احنا اللي بنعمل احنا اللي بنعمل الحياة احنا اللي بنعمل البروجرام فلازم احنا يبقى جوانا التخطيط ده ارايبنا بالاش يعني والتفاول دا ما وتفاول مين ما وتفاولنا احنا في المجتمع بس ضبط احنا الاشخاص على فكرة اللي بنعمل المجتمع فخلينا بالاش الرسايل بس في العيد لا اتجمعوا اعزم فلان عندك او اتفقوا تروحوا حتة معينة مع بعض رجعوا الحياة دي بنا لان الحياة دي على فكرة وقود المشاعر اللي اختفت فعلا حقيقي واللي ولادنا محسوش بطعمها الحلو من كتر العالم التكنولوجي اللي موجود انا عايز اقول لحضراتكم حاجة ماليزيا يمكن من اكتر الدول المتضررة من موضوع التكنولوجي والصين والكلام ده عارفة بيعملوا ايه في ايام الاجازات عشان يرجعوا الناس تاني تتواصل مع بعضها ويزوروا بعضهم ابتدوا يقطعوا النات في ايام الاجازات بحيث محدش في الاجازات يوعد عن الناس ترجع تزور بعضها تاني زي زمان عشان نرجع الروح دي في المجتمع طيب قلتي من شوية انه لو حد بيأكل حاجة حلوة على طول هيتعود عليها فبالنسبة له مش تبقى خلاص ده الطبيعي يعني مش يكون في شغف جالك حد مثلا وقالك انا فقدت شغفي اعمل ايه اه طبعا اه طبعا كلمة فقدت شغفي دي انا طول النهار بس معها في الكلينك لاني فقدان الشغف ده على فكرة الارم الاجتئاب فقدان الشغف في كل حاجة فقدان الشغف في الحياة اللي هو بكرة هيبقى زي النهار ده زي بعده دي في منطقة الخطورة طب انا استعيد شغفي ده ازاي ان انا ابتدي ارجع الحاجات اللي انا كنت بعملها اللي كانت بتسبب لي سعادة حتى وانا شاب يعني وانا شاب اشوف ايه هويات اللي انا بطلت اعملها من صحابي اللي انا بطلت اشوفهم انت لازم ترجع ده لنفسك حياتنا امانة ربنا مديهنة لازم يبقى فيها تأسيم وتخطيط وزي ما بيقولوا لكل وقت قدان وقت للعيلة وقت للعمل وقت قبل كل دول لعلاقتك بربنا عشان تشحن طاقتك بشكل روحاني جيد وقت للمجتمع حواليك وقت اهم 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 للعطاء ان انت تعمل حاجة للمجتمع حطها في خطة حياتك ان انت تعمل حاجة خير للمجتمع او للا حواليك دي في حد ذاتها بتعمل طاقة ايجابية وبتشحل لنا لسبع مراكز طاقة اللي موجودين في الجسم بتعمل روح حلوة حد مسن قريب منك اولاده مش موجودين حوالي تزوره قريب بعيد قوي بقلك وقت ما كلمتهم شو را تواصلت معاهم روح لهم الحاجات دي احنا اللي محتاجينها مش هم بجد بجد احنا اللي محتاجينها فعلا عشان نرجع شغفنا في الحياة لان بجد انا الكلمة دي بسمعها كتير قوي وبسمع تحديدا انا مش عارف ايه اللي حصل فيها بس دكتور برضو ببنحن نتكلم على فقدان الشغف تحديدا في ناس بتشتغل في مكان كويس عندها صحابها على فكرة وبتخرج وبتروح اماكن مختلفة بس برضو فقد الشغف مش عارف المشكلة فين حقيقي انا فعلا بيجيلي ناس زي ما انت قلت كده بالظبط بيجيلي مصطلح انا مش عارف هو انا ايه اللي مضايقني بالظبط فساعتها انا بعمل تشاكل اول فيزيكلي ان هرمون السعادة بيوصل للدماغ بشوية تحاليل دي الخطوة الفيزيكلي ابتدي بقى ان انا اعمل سكانين كده لحياته عاملة ازاي علاقته بربنا علاقته باعلته والده والدته وعلاقته في العمل علاقته في العمل عاملة ازاي وعلاقاته العاطفية اللي هي بقى بزوجته و اولاده عاملة ازاي هي واحدة من دول هيبقى فيها ويك بوينت موقع الباقي على فكرة وببتدي انا اديسكاس ده معاه وبنبتدي نعمل خطة بقى علاجية بقى ازاي ان احنا نكتشف سورس اوف هابنس او مصادر للسعادة ومتعددة وحتة متعددة دي لازم اقولها الناس ما تحطش ساعتك على حاجة واحدة لان الحاجة دي لوعت منك سواء كان عمل سواء كان شخص سواء اي حاجة مصدر سعادة سواء كان شيء انت بتمتلكه ما تحطش ساعتك على حاجة واحدة عدد مصادر السعادة العطاء على فكرة للاخرين من اهم مصادر السعادة والقيم السماوية اللي نادت بيها كل الاديان واللي هو في دينا اسمه الاحسان في الارض ان انت تعمل حاجة كويسة هتلاقي كده روحك تصلحت مع جسمك هتحس باحساس حلو جواك هتحس ان انت انت نقطة صغيرة في عالم كبير بس عملت حاجة فده في حد ذاته بيدي سعادة جواك طيب بعض الناس وهي راجع للشغل بعد الاجازة بتكتر بقى من شرب القهوة او عايزين يفوقوا بقى لأ انا بقى هقولهم حاجة بقى لو هم مش اخدين بالهم طبعا لو حد ضغطه عالي القهوة بترفع الضغط فيخلي بالو من البوينت دي البوينت الاهم بقى ان شرب القهوة الكتير هي القهوة في حد ذاتها مفيدة بس مقننة يعني ما عودش اشرب خمس فنجيل القهوة طول اليوم وبعدين اقول اصلا ما بنامش وعدم النوم طبعا ما بيعملش تجديد لاجهزة الجسم لان الجسم كله بيتجدد خلال وقت النوم من الساعة 11 لاربعة مساء وعندنا كمان في التوقيت ده غدة مهمة جدا اسمها الغدة السنوبرية بتفرز انتبيوتك مضاد للامراض في الجسم في التوقيت ده فلازم خلال الجسم كلها تتجدد فبعد وقت ممكن نتفاجئ ان هو عنده مشكلة بسبب ان هو ما بينامش كويس فما انقطرش من شرب القهوة خصوصا بعد الساعة 6 ما سيئا طبعا نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة شيرين ده تديري استشاري الصحة النفسية ويعني خلاص زي ما يعني الشغل عدت وخدنا اجازة فخلاص الاجازة عدت وهذا ارجع الشغل فيعني نتمنى حيكون قدرنا نقدم لحضراتكم نصايح تقدر تساعدكم نجو ترجعوا شغلك تاني بشغف ونشاط وحيوية